الآن يهيمن على المسلسل صمت الحملان تراجع الأشرار لاتخاذ تحركاتهم في هذه الحالة اختتم براني وديلان شؤون الأسرة مثل الزيجات الروتينية لا يريد ديلان تفكيك أزاد وبراني في قلبه من ناحية أخرى يميل براني إلى حرق السفن في لمح البصر ديلان يتحرك بشكل بناء على العكس لذلك يبدو أن الصراع بين أزاد وديكان سيخفف في هذه المناسبة حتى أن ديلان تلقى دعما من العام كودريت بشأن هذه المسألة هناك الكثير من التقدم في قوة من حيث يكذب يعمل كجسر لكل موضوع وتقريبا بين ديكان وباران سواء كانت سيفرية أم لا كانت حالتها متكررة لقد خلق مشاكل من العدم ووضع محادثة الطلاق في المنتصف والآن اشترى تذكرته ويقول إنه ذاهد حسنا ثم وداعا لك سيفرية لا يبدو أن العرض له المذاق القديم بعد الآن لكنه طبيعي تماما علاوة على ذلك نشاهد سلسلة يومية يجب أن يكون هناك صعودا وهبوطا في العمليات القادمة ستبدأ السلسلة في التسلق مرة أخرى بمواضيع جديدة نحن ننتظر بفارغ الصبر القدرة على الوقوف من الممكن أيضا أن تكون الاحتكاكات بين ديلان وباران قد انتهت بشكل لائق الآن نجد دريا تبكي في النهاية عندما تم الكشف عن الحقيقة سهم برامي ينسخ مع دريا من ناحية أخرى تحاول دريا رسم عينيها بقدميها البريئتين لكن دون جدور لقد أدى دفاع برامي عن ديلان ضد دريا إلى إنعاش القلوب لقد شدد في كثير من الأحيان على أن ديلان ليس شخصا مثله من ناحية أخرى أكل أزاده بابارا من برامي بينما كان يستعد للهروب دعنا نصل إلى القضية الرئيسية رأى ديلان أن بران يؤمن به لكنه التزم الصمت وتظاهر بعدم الإيمان وتحدث عن الجروح التي فتحها في روحه وديلان محق في ذلك أيضا مزق نفسه ليظهر في قضيته أنه كان على حق أخيرا رأى أن بران يعرف بالفعل أن دريا مذنب سيحدد ديلان نهاية دريا يدعم بران ديلان في هذا الصدد نأمل أن يكون في اتجاه مغادرة القصر الأخير المعطل دريا خلاف ذلك لن تقى دريا تحت هذا وستحاول الانتقام من ناحية أخرى ستذهب السيدة أزاد إلى مسقط رأسها إذا لم يعارض أحد يمكن لديلان وبران قضاء بضعة أيام هادئة وهادئة في القصر هذا هو أيضا نذير الأيام الرومانسية في زهور الدم أصبحت دريا محاصرة أكثر فأكثر نحن قريبون من التخلص منه من ناحية أخرى بدأ الزوجان الذان كان يحاولان حل قضية دريا بمفردهما في الجدال ديلان مثل أي فتاة ذات قلب يندد تبدأ على الفور في التهديد بالمغادرة لذلك لا تعتقد أن ديلان على حق من ناحية أخرى مع إبقاء الذيل منتصبا يرمي ثمه على أنفه لأن ديلان سيغادر من ناحية أخرى بدأت دريا وأزاد في الشعور بالسعادة لرحيل ديلان إذا كانت هذه هي لعبة ديلان وباران ونصبح الزاوية المقابلة ستظهر حرية المعلومات في دريا عندما تكون في أكثر راحة لها ربما لهذا السبب قال ديلان إنه سيغادر مع رحيل دريا يحتاج أزاد إلى البدء في قبول ديلان أيضا على الرغم من أن أزاده لن تكسر المحرمات بسهولة مع شفاء القوة وكلمات القوة عندها فقط يمكننا أن نرى أزاده تحررت من أعبائها لا يستطيع باران الوصول إلى دليل دريا بطريقة ما يجرح نفسه بدافع الغضب ويضع ديلان الكريم على يديه إنها تنظر إليك كطفل رضيع ماذا تريد أكثر في زهور الدم يتوقع ديلان أن يقول بران أنت على حق مرة واحدة من فمه لكن بران يحاول أن يكون بدم بارد يجب على بران أيضا استخدام هذا التكتيك في مرحلة صحة كودريت ديلان من ناحية أخرى لا يمكن أن يقف دريا يجري الحق من نظرات منه هل تريد مني أن أصدقك؟ لذلك لذلك ديلان لا يحب صمت بران بينما يواصل صراعه مع دريا يخبر بران سبب ذلك يجتمع الاثنين مرة أخرى ويلمسان حياة بعضهم البعض حول الماضي ديلان يريد بران لدعمه ديلان الذي أخذت أحلامه وآماله من ناحية وبران الذي اضطر إلى الزواج لإنهاء الخلاف وإنقاذ شقيقه من هذه الدورة من ناحية أخرى سيكون أمام الجمهور بزهور الدم عانت عائلات كارابي وبيمير من العديد من الخسائر بسبب الخلاف المستمر منذ سنوات بينما تنجرف هاتان العائلتان من ماردين إلى اسطنبول فإن الأخبار التي ينتظرونها منذ سنوات تأتي إلى قصر كارابي تم العثور على دمائهم سيت لكن بران لا يريد إراقة الدماء ويختار طريق الزواج مع ابنة سيت ديلان على الرغم من شيوخ الأسرة لوقفه من ناحية أخرى يضع ديلان أحلامه جانبا ويوافق على هذا الزواج حتى لا يموت المزيد من الناس لكن هذا الزواج يكاد يكون سجنا لكليهما تستمر ريح أزهار الدم في النفخ كانت سلسلة زهور الدم محبوبة للغاية وتحافظ أيضا على مكانها على وسائل التواصل الاجتماعي نحن في انتظار آخر وصول متوقع لدريا هذا الأسبوع دعونا نرى ما إذا كان توقعاتنا ستكون صحيحة لم يعد ديلان يتسلل عبر الزاوية على العكس من ذلك يصرخ بقدر ما يخرج عن السيطرة إذا كان على حق وبالتأكيد فلا أحد يستطيع إيقاف ديلان لا يستطيع بران التنبؤ بكيفية التعامل مع ديلان في مثل هذه الأوقات من القريب أن تصبح بران كارابي سيدة قريبا إذا عدنا إلى موضوعنا غرقت دريا وهي تغرق وفي هذه الحالة بدأت في إرسال أولئك الذين تورطوا في قدميها واحدا تلو الآخر يعاني بران من صدمة الصفعة التي ألقاها ديلان يشكك ديلان في عدالة كارابي فقط بسبب الأصوات التي ترتفع إليه في القصر من ناحية أخرى لا يستطيع بران العثور على كلمة ليقولها سيف ديتي يصنع أخا كبيرا لإيميلد يفسح المجال الهارون قائلا إن قرار إيميلد له الأسبقية على كل شيء آخر زهور الدم انتهى فيديو معلوماتنا هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات